بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتكلم على الصقب المبين البطنين باللغة العربية الصقب المبين البطنين اسمه ventricular septal defect لو خدنا التشريح بتاع القلب بتاع الإنسان بيتكون من أربع حجرات اتنين فوق كل واحدة بتسمى الأذين واتنين تحت كل واحدة بتسمى البطين فهنا عندي فيه أوزين أيمن فيه أوزين أيصر فيه بطين أيمن فيه بطين أيصر الطبيعي ان ما بين البطين الأيصر والبطين الأيمن فيه حاجز بيمنع اختلاط الدم من البطين الأيصر إلى البطين الأيمن هنا عندنا البطين الأيصر بيشيل دم مؤكسج يعني دم فيه أكسجين ويضخه في شريان أعظم شريان في جسم الإنسان اللي هو الشريان الأبهر أو الشريان الأورطة اللي هو من دوره بيود الدم أو يوصل الدم لجميع خلايا جسم الكائن الحي أو الإنسان البطين الأيمن بيشيل دم غير مؤكسج دم مفهوش أكسجين وده بيود الدم إلى الشريان الرئوي اللي هو بيوصل الدم إلى الرئتين عشان يتحمل بالأكسجين ويرجع إلى البطين الأيصر طب لو حصل بقى طفل مولود بسقب ما بين البطينين قادي السقب هو زي ما احنا شايفين السقب دوت اسمه ventricular septal defect إيه اللي هيحصل فيه؟ هيحصل فيه أن الدم اللي هينزل من الأزين الأيمن هيخش البطين الأيمن يوصل إلى الشريان الرئوي ويرجع إلى الأزين الأيصر ومنه إلى البطين الأيصر بعد كده الدم يوصل بدل ما يخش للشريان الأورطة يخش على طول إلى من البطين الأيصر إلى البطين الأيمن هنا الدم في البطين الأيصر الضغط بتاعه عالي هيخش له البطين الأيمن اللي هو ضغطه أقل هيبدأ يرتفع الضغط في البطين الأيمن الدم اللي هيوصل للشريان الرئوي هيبقى ضغطه مرتفع هيوصل للرئتين يعمل احتقان في الرئتين طبعا عندي إيه هي أنواع السقب ما بين البطينين فيه سقب بيبقى صغير وده بنسميه روجر ديزيز مرض روجر والسقب دوت بيكون لا يتعدى 3 مليمتر وده غالبا بيقفل لوحدية في خلال من سنتين إلى أربع سنوات النوع الثاني بيبقى فيه سقب كبير والسقب الكبير دوت بيحتاج أن يتعمله عملية أول سنة أول ما الطفل يكمل سنة طيب العملية اللي احنا بنعملها هنا بنعمل كلوجر لكن إيه هي أعراض الإصابة بسقب ما بين البطينين الطفل ممكن يكون في السقب الصغير ما عندهش أي أعراض لكن لو السقب كبير سنة هيبقى الطفل عنده صعوبة في الرضاعة الطفل بيحصل معاه نهاجان وصعوبة في التنفس بيحصل مع الطفل أيضا تعب بيحصل معاه التهابات متكررة في الجهاز التنفسي يعني يجي له نزلات شعبية يجي له التهاب رئوي إيه سبب حدوث النزلات الشعبية أو الالتهاب الرئوي إحنا قلنا الدم راح للرئتين كتر الدم في الرئتين فحصل توقف للدم في الرئتين لما يقف الدم في الرئتين يؤدي إلى احتقان في الرئتين يؤدي إلى حدوث التهابات وأيضا لو كان السقب كبير الدم هنا في الرئتين أو الشريان الرئوي الدم فيه هيرتفع الضغط بتاعه فلما يرتفع الضغط في الشريان الرئوي يرجع الضغط يؤثر على يخلي الدم يرجع من الشريان الرئوي إلى البطين الأيمن ومنه إلى البطين الأيصر ولو تحصل كده إنه هو رجع للبطين الأيصر يعني المرور بقى العكسة هيؤدي إلى حدوث زرقان في جسم الطفل يبا هيؤدي إلى زرقان يبا بمعنى صب ما بين البطينين مفهوش زرقان الطفل مش مزرق إمتى يزرق لو ارتفع الضغط في الشريان الرئوي هيؤدي إلى حدوث إن الدم يخش من البطين الأيمن إلى البطين الأيصر وبالتالي ده يؤدي إلى حدوث زرقان في جسم الإنسان هذا الزرقان بدأه حصل فيه الزرقان يبا حصل سيانوزيس طيب لما يحصل الزرقان يبا لازم اتحول هنا إلى مرض اسمه ايزمينجر سندروم وبالتالي الايزمينجر سندروم إيه العلاج بتاعها إن إحنا لازم نعمل نعمل إيه؟ نعمل زراعة للقلب وزراعة إلى الراكين طب الصب اللي هو ما بين البطينين ممكن يكون موجود لوحديه وممكن يكون موجود مع مرض تاني زي الدون سندروم اللي هو الطفل المغولي وممكن يكون موجود مع الرباعي فالوت اللي هو بيبقى فيه أربع عيوب خلقية في القلب تمام؟ مع صقب ما بين البطنين لازم الأم النصائح الطفل اللي عنده صقب في القلب لازم تعمل متابعة مستمرة مع الطبيب على أساس إن إحنا نكتشف كل شوية هل فيه ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي ولا لا؟ هل فيه التهابات متكررة ولا لا؟ ما يحصلش سوء للنمو في الطفل اللي عنده صقب ما بين البطنين لأن الموضوع في الأول بسيط لكن لو حصل إنعكاس الضغط في الشريان الرئوي يرتفع يؤدي إلى فشل في عضلة القلب ويؤدي لي إلى زرقان اللي هو بيؤدي إلى حدوث إننا لازم أعالجه إننا نعمل زراعة قلب وزراعة رئتين طب إزاي إحنا بنشخص حالة صقب ما بين البطنين؟ التشخيص الأهم إن أنا بعمل إشاعة إيكو على القلب هيلقي لي الصقب هيعرف لي حجم الصقب هيعرف لي الضغط في الشريان الرئوي عالي ولا بسيط ده التشخيص الأساسي طب الدكتور بيعرف إزاي؟ الدكتور حط السماعة على القلب بتاع المريض لقى فيه لغط في عضلة القلب اللغط في عضلة القلب لازم يعمل إيكو عشان أحدد إيه نوع الشلل اللي موجود لكن ممكن طفل يبقى مولود في بدايته معلوش مسموع اللغط بتاع العيوب الخلقية بتاع القلب ممكن يظهر بعد كده فمنقولش الطبيب دوت معرفش مين الحالة فيه أمراض ممكن تظهر في بدايتها بداية الولادة وممكن يظهر اللغط بعد الولادة بفترة تاني قلنا العلاج الرئيسي لو هو الصقب صغير ده بيقفل لوحدين من سنتين الأربعة بس مع المتابعة لو الصقب كبير هيحتاج عملية في السنة الأولى لمزيد من المعلومات الطبية عن أمراض طب الأطفال يرجى المتابعة على قناة دكتور أحمد سعيد على اليوتيوب وأهدي موقع القناة ونسألكم الدعاء في الحياة والممات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر